طيب نستعرض مع بعض طبعا احنا خليني نقول حالكم احنا نتكلم على فريق كامل يعني يعني بقول على انه عندنا فرقة 11 اساسي بدكة احتياطي ده حقيقي الاهلي عنده عدد كبير جدا من اللعيبة يعني نقدر نقول فرقة تانية متكاملة بس احنا عشان الوقت مش هنقدر نستعرض كل الارقام لك انا هنقدر نركز او نسلط الضوء على اهم التجارب النجحة في يعني من لعيبة المعارضة من النادي الاهلي الاندية اخرى بالارقام وبالصور عشان حالكم برضو تشوفوا وتعرفوا امكانيات اللعيبة فيه طبعا منهم نجوم ده تشكيل دكتور احمد تشكيل فرقة كاملة كله معادة حارس المرمى يمكن محمد عبد المنعم ومحمود الجزار فارس طارق ومحمد شكري الاتنين الارتكازة العربي بدر وعمار حمدي العربي طبعا في الجونة عمار في الاتحاد واحد من انجح اللعيبة احمد عبدالقادر في سموحة شادي ردوان في البنك الاهلي قدام صالح نصر في ودي دجلة واحمد ياسر ريان في سراميكا كلوباترا وفي في الاحتياط يحمد علاء واحمد العش في الاسماعيلي زياد طارق في الاسماعيلي محمد فخري في البنك الاهلي اسماعيلي الليسي في البنك الاهلي فانت عندك فرقة معارين بسم الله ما شاء الله اللي معلم فيهم قوي او اللي بارس فعلا فيهم بشكل قوي احمد عبدالقادر واحمد ياسر ريان وعمار حمدي ومحمد عبد المنام الاربعة دول بيقدموا موسم هايل وبرضو معهم محمود الجزار نستعرض ارقامهم كانت تبتدي بمين يا دكتور احمد عبدالقادر نبتدي باحمد عبدالقادر احمد عبدالقادر كان لعب في النادي الاهلي وخرج فترة احترف في تشيك وبعد كده مضى مع النادي الاهلي تاني والاهلي عاروا لنادي سموحة للموسم الحي قدامنا الارقام على الشاشة لعب تسع مباريات مسجل تلت اهداف عنده اسست واحد صناعة الفرص خمسة التصويب على المرمى تسعة منهم اربعة صح التمريرات نسبة دكتو فيها 78% نبص على رقم المراوغات عنده علي ايه او 52 مراوغة منهم 35% صح يعني نكحة بنسبة نجاح 67% استخلاص الكورة تمانية طبعا منهم ستة في ملعب الخسم ده الدور الدفاع اللي بكلام حدقك عليه ازاي بيطع الكورة في ملعب الخسم والضغط العالي بتاع كابتنا احمد سامي اطع التمريرات 15 طيب نبص على الارقام لعب سغير بنسبة دكتور اه لعب سغير 20 سنة او 21 سنة بالزبط امكن هو الارقام بتقول ان هو محتاج يتطور في ايه دي دي الحاجة اللي انت اللاعب يشتغل عليها في الفترة دي عشان ترجع النادي الاهلي لازم تشتغل على الكلام ده اي اولا صناعة الفرص اه عنده رقم مميز فيها 5 بس مش عالي قوي يعني مفروض يبقى انت مثلا بتصنع فرصتين او 3 في الماتش دي دي الرقم اللي محتاج يتطوره المحاولات نسبة الفنش بتاعته عالية كويسة يعني جايب 3 اهداف في 9 مباريات برضو محتاج يزاو ممكن يزيد مع الوقت خليبها الحاجة ان هو لسه لسه بادئ ولسه يعني لسه اول مرة يلعب دور الممتاز فدي حاجة برضو محتاج يتطورها لكن بصراحة معدل المراغات عنده عالي 35 مراغة نجحة قدامنا على الشاشة اوه اسستات وعنده رؤية بيعجبني فيه النوع لعيب عنده شخصية بيعرف يقف على كورته صح بيعرف يرقص صاحب قرار موهوب فده لعيب ييجي منه مع الوقت وكمان واضحة دور الدفاع وبصمة كابتان أحمد سامي زي السنة اللي فاتت كان دايما ناصر مهر كان عنده بصراحة مشكلتين ليه تم اعارض ناصر مهر في فترة من الفترات اول حاجة كان ناصر مهر في الموسم ده كان الفنش بتاعه جايب جون واحد بس في الموسم كان لعب مع النادي الاهلي موسم كامل كان جايب جون واحد بس وكان قدراته الدفعه مش قوية طلع اعارة مع كابتان أحمد سامي السنة اللي فاتت جاب حوالي ستة أو سبعة هداف وكان الأكثر أسست في الدوري فرجع تاني للنادي الاهلي ده سر الاعارة ده هداف